بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نكمل محاضراتنا إن شاء الله مع مدخل إلى التربية الخاصة واليوم هنتكلم على الأسس الخاصة بالتربية الخاصة عندنا ثلاث أسس طبعا الأساس الديني والأساس القانوني والأساس الاقتصادي وبنبدأ بالأساس الديني زي ما احنا عارفين لأن الدين الإسلامي دين كامل مكتمل بفضل الله هو أكد على الاهتمام بزاوي الأعاقة وزاوي الاحتياجات الخاصة طبعا عندنا في ديننا دين الرحمة وصنة وصنة صلى الله عليه وسلم كل الدعوات في الدين الإسلامي بتدعو إلا الاهتمام بزاوي الاحتياجات الخاصة وهكذا طبعا هننتقل للتاني والأساس القانوني والأساس القانوني يعني القوانين والتشويعات المولوعة داخل كل دولة بتهتم بزاوي الاحتياجات الخاصة وبزاوي الأعاقة بصفة A خاصة الأساس الاقتصادي برضو كيفي الاهتمام بزاوي الاحتياجات الخاصة ودمجوهم في العمل والوظائف والمجتمع بصفة A عام طيب التربية الخاصة برامجها مرد بمراحل عندنا خمس مراحل مرد بهم التربية الخاصة أول مرحلة من المراحل كانت مرحلة الرفض والعزل قديما المجتمعات كانت بترفض زاوي الاحتياجات الخاصة كانت بترفض زاوي الاعاقة بصفة خاصة طبعا لما كنا نقدم الخدمات لزاوي الاحتياجات الخاصة قديما وزاوي الاعاقة طبعا بيتعامل لهم بعض الأماكن أو بعض المباني خارج الكتلة السكنية يعني رفض وعزل تام الناس حتى مش عايزة تتعامل معاهم عزلينهم فيها عزل بعد كده انتقلنا المرحلة تانية ومراحلة الرعاية المؤسسية مرحلة الرعاية المؤسسية بقى فيه مؤسسات ومدارس ويتهتم بزاوي الاحتياجات الخاصة وخصوصا مراكز الرعاية النهارية بعد كده انتقلنا الى مرحلة التأهيل والتدريب ومرحلة التأهيل والتدريب طبعا احنا عندنا مرحلة مهمة في شكلها زي مثلا مركز التأهيل الشامل وهكذا بعد كده انتقلنا الى مرحلة اهم وهي مرحلة الادماج والادماج هو مرحلة من المراحل المتقدمة في الاهتمام بزاوي الاعاقة ان احنا ندمجهم داخل المدارس العادية اذا كان في انشطة اذا كان في تعليم وهكذا والموحلة الأخيرة موحلة الاحتواء إن احنا نحتويهم بكفة احتياجاتهم وإيه والخدمات اللي نستطيع إن احنا نقدمها لزوي الاحتياجات الخاصة طيب أهداف التربية الخاصة إيه أهداف التربية الخاصة واحد إن احنا بنتعرف على الأطفال الغير العاليين بنستخدم أدوات قيائز تشخيص لكل فاهم الفاقة التربية الخاصة بعد كده فيه اعداد البرامج اعداد البرامج لكل فيه اعداد طوائق التدريس طوائق التدريس عشان نحقق البرامج له تجهيز الوسائل يكون عندنا وسائل تعليمية وكم خمسة إن احنا يكون عندنا برامج للوقاية والعمل على تقليل حدوث الأعاقة طيب موعات الفاقة الفرق الفردية بين الطلاب إذا كان طلاب قدراتهم عالية بالنسبة للموهوبين والمتفوقين أو قدراتهم متدنية بالنسبة لزوي الأعاقة تهيئة وسائل البحث الآن من الاستفادة من قدرات الموهوبية طبعا نستفيد من الموهوبين قدراتهم عندهم إمكانيات عندهم مجالات نبوغ نستفيد من آخر حاجة في الأهداف تأكيد قرامة الفرد وترفير الفرص المناسبة لتنمية قدراته إن احنا نهتم بقدراته وننميها إذا كان معاق أو إذا كان موهوب وده هدف مهم جدا من أهداف في التربية الخاصة ترجمة نانسي قنقر